خلوني بس أوضح للمشاهدة حاجة مهمة جدا اللي بيحصل في شرم الشيخ تقدر تسميه كده على رأي جه استنى أول موديليومين دول بريطانيا ومش كده ده بريك ثرو ده البريك ثرو ده بتكلم بيقى بجد ده مسألة إنه اللي حاصل في شرم الشيخ ده هو إنجاز حقيقي وجني حقيقي لثمار قامت بيها الدولة المصرية من خلال سبع سنين ونص أقول حتى ثمان سنين إن أردت من الجهد المتواصل والمخلص إن البلد دي تشوف الشمس إحنا لو ما كناش عملنا اللي اتعامل في الثمان سنين اللي فاتوا ولا كان حد هواب هنا لأ ده إحنا ما كانش هيتقلنا هتعمله أصلا المؤتمر يعني مش أقولك بقى حد ييجي ولا محدش يجي كانش يقتلنا ما كناش في الحسابات أصلا عشان بس تبقى فيه ولا كنا في الحسابات قبل كده يعني بس مش دي القص تاني دي أو ده جانية للثمار اللي بيحصل هو الآتي عشان انت برضو تبقى فيه ما محدش يقعد إيه يلعبلك في دماغك أكتر مما يجب حضرتك لما بتيجي تشتغل على مؤتمر زي ده فخلاص انت بتستضيف مؤتمر بتمول الأمم المتحدة إلى آخره طيب إحنا موجودين هناك إحنا بقى كمصر بس موجودين كالجهة المنظمة والمشرفة ومشا لا انت موجود هناك علشان واحد أنت تفكر بالتأكيد في اقتصادك اتنين أنت بالتأكيد بتفكر في اقتصادك من منطلق نحن نريد أن نستفيد دون أن نلحق أي ضرر بأي دولة في العالم ولا نلحق الضرر بالكوكب علشان كده مصر ماشي بمنتع الصرع قطر ما بيقفش على محطات ده بجد في ناحية الإيه في ناحية أنا يبقى فيها عندي قدرة شديدة الاتساع شديدة الفعالية شديدة التأثير في أن أنا أمتلك الطاقة تبقى بتاعتيه ويبقى عندي فوائد ضخمة جدا زي ما قال دكتور مصطفى مدبولي عندنا قدرة أن نحن نطلع أكتر من 400 جيجا حلو؟ طيب العائق فين؟ التمويل النهاردة يوم التمويل طب التمويل بيجي منين؟ على سبيل مثال فكرة المعية زي شهادات الكربون ده مثلا طب التمويل يجي إزاي؟ يجي من أنه أشجع المستثمرين الأجانب سواء إذا كانوا حكومات أو شركات ضخمة أنها تيجي تستثمرنا في فوائد الطاقة طب وإن شركات هتجي لي ليه؟ شركات هتجي لي لأن أنا عندي بنية أساسية تسمح بدا الشركات والدول تجي لي علشان أنا عندي وضع سياسي مستقر الشركات والدول تجي لي علشان أنا عندي وضع أمني مستقر الشركات والدول هتجي لي لأن أنا عندي واعدية هو هيكسب هو أنت فاكر لما يجي للبريطانيين ويجي للنرويجيين ويجي للسعوديين والإماراتيين ويجي للهنود ويجي للصينيين ويجي للروس هم جايين علشان إيه جايين علشان عايزين ننزوله البحر أكيد لا هو جاي لأنه كسبان وأنا عايزه يجي لأنه أنا كمان كسبان هصدر طاقة بقدر ما من جهة وأمول واشتغل أكتر أو أدفع بالطاقة بتاعتي دي علشان البنية الصناعية بتاعتي من جهة فيبقى في عندي طول الوقت القيم مضافة يبقى عندي فرص عامل يبقى عندي ناتق قومي إجمالي ضخم يبقى عندي قدرة إن أنا أخلي الناس تعيش كويس تكسب كويس تتعالج كويس تتعلم كويس تتفسح حتى كويس هو مصر مش عاوزة غير كده بالمناسبة اوعى تظن تحت أي الظرف من الظروف إن فيه أي هدف تاني غير إنك أنت تعيش كويس أو حتى بالمصطلح اللي بيستخدمه الرئيس إنه حياة كريمة إنك أنت تعيش بشكل كريم جوا بلدك